صحيفة الڭارديان البريطانية أوردت بين صفحاتها ما مفاده أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ستضع نصب عينها ما يطرحه مؤسس بلاكووتر إيريك برينس الذي ساهم بمبلغ وقدره 250 ألف دولار في حملة وصول ترامب للبيت الأبيض وهو يطرح الآن خطة لإدارة أزمة الهجرة الغير شرعية بليبيا يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة السراج لواشنطن برينس الذي قدم مقترحاً لأوروبا يحوي خطة تقتضي احتواء أزمة المهاجرين بليبيا تنص على إنشاء قوة أمنية حدودية ونشر 750 مستشاراً أجنبياً في ليبيا وباستخدام طائرة استطلاع وبعض المروحيات للبحث عن مركبات مهربي البشر تصريحات برينس تقود إلى مشكلة جديدة يقودنا إليها السراج ومستشاريه في مقابل دعم أمريكي لهم للبقاء إلى ما بعد السابع عشر من ديسمبر تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي المشؤوم خصوصاً أن برينس الذي يعتبر من حلفاء الرئيس ترامب يعتزم الترشح لكونغرس الأمريكي عن ولاية وايومينغ كان قد تعرض لانتقادات لذعة من قبل نشاطاء حقوق الإنسان بعد الكشف عن تورط بلاكووتر في قتل مدنيين بالعراق السراج في بلاد العمسام فتحت له أبواب البنتاجون واليوم ضيفاً على البيت الأبيض ليبقى السؤال الذي يسأله مراقبون لمشهد الليبي هل السراج يضع ليبيا في مأزق جديد مقابل دعم أمريكي لبقائه في طرابلس لما بعد السابع عشر من ديسمبر لننتظر ونترقب لقناة ليبيا الحدث عيمات فتحي